بسم الله والحمد لله. السلام عليكم. اكثر ما حاجة بالسؤال داوت. انا داوت عايز ايضا على الريفت او على الريفت او على الميكرو ستيشن او على الاركاد او اسوف توير الحلول ان انا بسريع. الحاجة انا بسرعة من بعض فيها ساعتين. زي لم يبقى بها ساعة. في مشكله وفي ناس مش يعملوا بسبب الوقت داوت. ان صاحب الشركة عايز الحاجات الخاصة فاسرع وقت ما تخذشوقك خلص. طيب. من دمن الحاجات ان انا الشغل مش رائع كتير. حتى اول ما بدأت الشغل بدأت اتخيل مشاريع وعملها مع نفسي بحيث ان انا امشي اداية على الكيبورد أسنان ما انا موجود في البيت وكن شركة شغالة كايد كنت انا راح البيت اعمل انا مشروع ريفيت حتى لو مطلوب اتوكايد اعمله ريفيت بمجرد ان امشي اداية على الكيبورد وابقى عارف الشغل بتعمل ازاي فكتر مشاريع هو ده اللي هيخليك تأقل خلص في حاجة برضو موضوع الاختصارات من حافظ الاختصارات توفر الاوقات ان انا اعتمد ان انا هحافظ كل ايكونة في الريبون او في المانيو بار اللي فوق دوت هياخد من الوقت كتير قوي ان انا حرك الناس من هنا وبدأ دور على مثلا الفيو ودور على حاجة اللي انا عايزها ودوس عليها بتاخد وقت كتير انما لو انت حافظ الاختصارات كنترول اس كنترول في كنترول فده بيوفر الوقت كتير جدا علي فمن حافظ الاختصارات ووفر الاوقات الحاجة اللي بعد كده ان انا ابص على نفس ان انا واحد شغال مثلا اذا ارى كده ممكن تلاقي واحد بيعمل حاجة انت مثلا بتاخد من اكتر اربع خطوات وبيعمل في خطوطين فاوفر على نفس خطوة ممكن تلاقي انت بتعملها في عشر خطوات وبيعمل في خطوطين يعني مثلا على سبيل مساء الاختصار حاجة انت مثلا عمل ترسم اربع خطوط عشان ترسم مربع وبسطيل هو بيرسم امر كتنجل فانت عرفت ان في امر كويس او تبدأ تشغل به الحاجة اللي بعد كده ان انا استعين بالبلوجين او الادس يعني مثلا في الاتقاد فيه لسبات على سبيل المثال كنا بنقعد نفس اطوال الخطوط مثلا الحوايط او التكييف او اي حاجة ده هو قد كتير اوعى بنحصر لانا فيه لسبة بيعمل اسمه LLN بنتعمل select هو بيروح جميع تمام مرة جاء لنا مشروع وقالوا لنا حولوا اليونت من حاجة لحاجة تانية فعشان تتحول الوحدات وكان عندنا الاطوال او الحاجة اللي حكنا بنعملها دي تقريبا ما جاء مثلا عشر تلاف مرة فبتاخد رقم رقم وتدربه في الرقم تحويل وبعد كده بتغير الرقم الواحدة فقصة طويلة عملت لها لازمي بثواني ووفرت على نفس الوقت كتير جدا كذلك في الريفت الريفت الدينامو بالزاد سهل عنا كتير جدا ومش محتاج واحد يكون عنا ببرمجة فوفر علينا كتير جدا ووفر علينا شخصيا اي حاجة بتاخد من الوقت براحة منها الحاجة اللي بعد كده ان انا افكر قبل ما ابدأ شغل يعني ممكن تتغير كده سواني اه دي ممكن تتعمل بطريقة واحد واثنين وثلاثة لو عملتها بالطريقة الاتنين دي هتوفر عليها كده او فا اعملها كده قبل ما اشتغل ببقى افكر اه ده 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 بحيث ممكن ان اول ما جاءت معك شغل رح تنازل تشتغل تشتغل بقى تشوف ان في حاجة ضلط فتضطر ان انت هتعد الشغل فوقت تعاد الشغل ده تضيع للوقت الشركة فانت لازم توفره فحاول كده امكان تشتغل شغل اكتر حاول تتحلل شغلك بتشوف انت وقتك بياخد اكتر شوف اه اه حدا مسلا بيشرح باكتر يعني اكتر واحد بيشرح نفس الحاجة تشوف انسب حاجة لك ايه بحيث ان انت تتفكر ازاي اطلع شغل في قرب وقت ممكن بحيث اه اعمل انجاز للشركة وفراس شركة بدل ما انا بعمل مشروع اعمل مشروع متابق